بسم الله الرحمن الرحيم وارجعنا تاني لموضوع الاكسبوز دي ام والمرة دي هنبدأ نجرب او هنبدأ نشتغل اه باسلوب اه مختلف شوية اه الحقيقة المرة دي انا ممكن اه اجرب ان انا اشتغل مسلا اه بحاجة زي التيوب. التيوب عبارة اه انبوبة مفرغة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. او ممكن التورس على حسب الانت الموضل ولا حسب الفكرة اللي انت عايزه. يمكن افضل التورس وهقول لحضراتكم برضو السبب. اه التورس صحيح هو يباين ان هو شكل دائري. اللي ان هو جدا جدا وتقدر انك تعدل فيه زي ما انت عايز. فعلى سبيل المسال انا في هقول له عدد اضلاق خليها ستة مسلا. اضغط الاف اربعة بس عشان ابقى شايف. خليها اربعة عفوان مش ستة. هقول له انا مش محتاج ان انت تعمل اي هخلي بتاعتي خمسة واربعين درجة. وبالنسبة اللي عدد السيجمنس انا ممكن اكتفي بشكل ستة بحيس انها تديني شكل سداسي. صحيح هي كانت بدأت لكن بعد كده قدرنا ان احنا آآ نتحكم فيها بهذا الشكل. آآ برضو انا اعتقد ان البرامتر اللي انا هحب ان انا آآ اتحكم فيه هو راديس وان. زي ما اتعلمني قبل كده نفس الخطرات هي ذاتها. هحط الاكسبوزتي ام. زي مسلا في النص كده هعمل له البيفت بوينت مع البيفت بوينت اكس واي وزي ما ننساش. آآ وحرسم كمان الضمي وانا لسه فاتح هذه القيمة بالمرة اللي هي بتاعت هحط الضمي على مسافة آآ زي ده. بعد كده ما ننساش بنعمل عملية لينك من على الجسم اللي موجود عندنا. برضو الخطرات هي ثابتة. هختار الجسم اللي فوق. هشيل وااخد بعد كده الضمي بتاعي. يبقى انا كده زبطهم. بعد كده هناخد وحنقول مسلا محتاج المواد ان انا اتحكم في وحربطه زي ما احنا برضو متعودين نحاول اوكي. فهتبدأ اعتبال معي بهزا الشكل. لو حسيت انها كبيرة ممكن اخليها مسلا هقسمها على اتنين. آآ اعملها بقى علاقة زي او زي ما انت عايز. آآ انا برضو حمل للويندو ده. وحبدأ بعد كده اعمل عملية نسخ من الطب وموف وممكن اخليهم لبعض بالزبط بهزا الشكل. وحبدأ ازود سي برضو خليهم آآ خمستاشر. بعد ما عملت العدد الاول آآ ممكن ناطفي برضو عشان ما اتلقبطش. هختار برضو نفس هذا العدد وحبدأ برضو اعمل شفت وموف. زي ما انت عايز حابب بقى نقطة مع نقطة اوكي حابب ان هما يدخل في قلب بعض. يعني انت برضو لازم تجرب كتير عشان تكتشف كتير امكانيات هذا الامر. كده انا صممت باترن مسلا معين. الباترن انا صممته ده حبدأ اختبره مع الضمي اوبجيكتف. حبدأ اقربهم من بعض. اعتقد كده المساحة كبرت او زيادة عن النزوم او الموضوع كبرت او زيادة عن النزوم. اه لما بعدت المسافات. فلا انا حامل انضو والله. وحرجع تاني حتى قبل عملية التكرار دي كلها. اعتقد ان محتاجة كانت تتقلل اكتر من كده باكتير. فحاجة في انا كنت بقسمها على اتنين المسافة. ممكن اقسمها المراضي على خمسة. وحل اوبديت. وممكن حتى حجاره بالتجربة على النطاق اصغر شوية مش زي المراضي اللي فاتت. بحيس انها تزبط معي. اه ممكن برضو بالمناسبة لو حابب انك تشتغل بادوات الدقة زي اللي كنا اخدناها هشتغل على الفيرتكس. فممكن في الحالة ديت هاخدها مسلا سين من النقطة الفؤانية ديت. وعمل شفت وموف. بس ما تأكد ان انت مختار مع التيوب. دي اهم حاجة في الموضوع. اه مراضي هقلل برضو العدد شوية. بحيس ان احنا نجرب في البداية. اه هاختاره من نفس الباترن اللي موجود عندي هنا. وحابضة برضو زي المراضي اللي فاتت. هعمل شفت وموف. وبرضو هخليها سي عشرة في عشرة. نقول له اوكي. كده اصبح الباترن برضو زي المراضي اللي فاتت موجود معايا. لو اخدت دلوقتي اه ما تنساش برضو تدفل سناب. عشان تعرف تعمل عملية الموفمينت. يعني كده هتبدأ تبقى اصبط شوية من المراضي اللي فاتت. كده برضو العلاقة تعتبر خطية. حابب ان انت العلاقة بدل ما تبقى خطية تبقى اي حاجة تانية. مفيش ما يمنع. اه برضو فيه كده صغير روح هضفها هنا. اه في عملية في عملية انت ممكن تعمل يعني ايه يعني انا شايف هنا فيه اجسام كتيرة والدنيا زحمة. فممكن الله يقول له مؤقتا بس اعمل لي بحيث يبن لي او افهم شكل عامل ازاي. بعد كده طبعا ما تنساش ان الضمي اللي انت اخترته ده اه واحد من فبرضو هيختفي معاك. فبرضو تبقى عامل حسابك لكن هي طريقة عملية بحيث سريع يعني يعني تقدر تحكم على الامور. بدل بقى الشكل اللي موجود عندنا تقدر تختار اي شكل هندسي. هي الفكرة وصلت انك ازاي تقدر تعمل او تغير. طبعا هنا فيه تشابه واضح جدا جدا بين التكنيك بتاع الاكسبوز تي ام وبين التكنيك بتاع المورفينج اللي اتنين آآ شبه موضوع في بعض السوفتورز التانية بيطلقها عليها كلمة عندنا هنا بنطلق عليها اسم الاكسبوز ديم او المورفينج. هنشوفكم ان شاء الله في التيوتوريال اللي اشتركوا في القناة